الذكرى انطلاق الحملة تحرير مدينة منبج هذه الحملة العسكرية التي اتجهت باتجاه مدينة منبج لتبصر مدينة منبج بعد هذه الحملة وبعد تحريرها لتبصر النور والحياة من جديد طبعا أتت هذه الحملة بتوقيت كان هم وضروري جدا لإنقاذ المنطقة لما آلت إليه المنطقة من حيث أمور الجهل إيقاف كافة قطاعات الحياة، كافة مفاصل الحياة في مدينة منبج إيقاف قطاعات التعليم، قطاعات الصحة، قطاعات الخدمات حيث عاشت مدينة منبج خلال سنتين إلى ثلاث سنوات أظلم أيامها خلال هذه الفترة خلال العشرة عوام الأخيرة طبعا أتى أعلان تحرير مدينة منبج وانطلاق الحملة بتوقيت جدا مناسب لتحرير أهلها من كافة أنواع الظلم والاستبداد الذي مرت في هذه المنطقة حيث أبصرت النورة من جديد ولبست الثوب المزهر الثوب الأبيض بعد أن خلعت الثوب الأسود عن أكتافها طبعا لتبصر الحياة من جديد وتنطلق كافة قطاعات الحياة لتنطلق مدارس العلم والنور لتبصر من جديد لتنير أهلنا وطلابنا في مدينة منبج طبعا وأن تطرقنا قليلا إلى الحملة العسكرية وإلى الجانب العسكري حيث تفاجأ الكل بانطلاق الحملة حيث كان من المقرر أن تتوجه هذه الحملة باتجاه الرقة والطبقة لكن كان القرار العسكري قرار حكيم قرار صائب باتجاه هذه الحملة لتحرير مدينة منبج حيث أخذت مدينة منبج في أولويات هذه الحملة تحريرها طبعا لم يكن هناك تحرير لهذه المنطقة كانت ستكون مدينة منبج أرضة لكافة الفصائل درع الفورات لكافة فصائل مرتزقة تركية وكانت ستكون هدفا للاحتلال التركي أن تدخل إلى هذه المناطق وتعبث في هذه المناطق كان اختيار مدينة منبج في أول سلسلة تحرير مناطق التي تسيطر على تنظيم داعش الإرهابي كان لها الدور الكبير حيث كانت مدينة منبج تعتبر شريان رئيسي لإمداد العسكري واللوجستي لتنظيم داعش حيث بتحرير مدينة منبج تم تقطيع أوصال الإمداد وأوصال داعش إلى كافة المناطق الأخرى حيث كلنا نعلم أنها كانت تصلها إمدادات عسكرية إمدادات لوجستية من أطراف التي يسيطر عليها الاحتلال التركي ومن الدولة التركية لكن بتحرير مدينة منبج كانت أصبحت شوكة في حلق تنظيم داعش ومنعت الإمداد إلى هذه المناطق طبعا مدينة منبج كانت منارة لتحرير باقي المناطق حيث رأى أبناء المناطق الباقي التي تسيطر على تنظيم داعش أن من حرر مدينة منبج هم أبناء مدينة منبج هذا الأمر شكل لديهم حافظ كبير لينضموا إلى صفوف قوات سورة الديمقراطية ليقفوا وقفة عز وقفة كرامة ليقفوا صفا واحدا لتحرير مناطقهم من تنظيم داعش الإرهابي وإن شاء الله سوف يتم تحرير باقي المناطق من كافة الفصائل التي تسيطر على مناطقنا مناطق سوريا الحبيبة بالنهاية نترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتحيي هذه المناطق من جديد نتمنى الشفاء العاجل لكافة جرح الحرب الذين ضحوا بأجزاء من أجسادهم ليرافقوا رفاقهم الشهداء وليكملوا مسيرة دربهم درب النضال والتضحية